وحشتوني وصفة النهاردة هعمل لكم الكيك بطريقة سهلة وبسيطة كتير بيعمل الكيك ويقول ما بيطلعش هاش وما بيطلعش مرتفع ومش بيزبط معاكم معيني اسهل حاجة في الحلويات هي الكيك النهاردة هعملها معاكم بمقادير بسيطة كنت هنا بصورها وبنتي معايا عايز اقول ان هي يعني حرفين اتنسفت اتنسفت وقت التصفير من جملها هعمل معاكم الكيك اي حد هيدخل المطبخ اي ان كان راجل ست بنوتا صغيرة لسه بتتعلم هتعمل الكيك دي بطريقة سهلة وتزبط معاها سريعا بقى هاتي الدقيق انزلي عليه بالسكر الملح بيكينج باودر فاناليا كله باودر في بعضه واخلطيه بالمعلقة كده سريعا وهنجيب الخلط بتاعنا نزل بي بزيت واثنين بيت حجم كبير ما تكونيش لسه مخرجة من التلاجة خليه يعني برا التلاجة خمس دقيق كده بعدين ابتدي اشتغلي عليه نزلنا بالبيض مع اولو معايا الزيت والحليم وهنشغل عليهم الخلاط نص دقيقة بس بمجرد ان اللون بتاعها يختفي واني اناعم البيض واضرب الخليط كله مع بعض وهنا مش هنزل بكل الخليط على الدقيقة خالص هنزل بنصه وهنقلب برا عشان انا استخدمت المقاس الصغير في البولج يلا بقى وبعدين عندي سبرينكلز تقداري بقى تحطي لو حبة مش عايزة ما تحطهوش بس عشان بيدي شكل حلو كمان يعني تغيير في النجهة بنزود نجهة كمان نزلت عليه هون حوالي معلقتين ونص هسيب كل المقادير جوه صندوق الوصف وهبتدي اقلم الخليط براحة بشكل دقري بشكل اللي هتشوفوه معايا هنا مش محتاجة المضرب خلاص الكيكة سهلة وبسيطة في ناس تقولي طب ممكن احطي كل المكونات جوه اللي خلاط مرة واحدة هقولها حوتيها بس يحطي السبرينكلز بالاخر وقت ما تيجي تنزلي بي يعني ما تضربهوش عشان هيتحني بقى بودر هنا نزلت بالحليب جزء بجزء عايزة قوام مناسب لاني هقولك ايه ساعات حجم البيضة بيفرق فلزلك نزلت بالحليب جزء جزء عشان اغض القوام اللي انا عايزة قربته من الكاميرا جدا عشان تشوفو ده القوام اللي انا محتاجة بالزبط القلب بتاعي نزلت فيه بورق زبدة ورشيت عليه زيت بسيط ده انت بسيط كده جاستن كيس يعني عشان ابقى في السيف سعيد بس هو تبارك الله كان حلو قوي ولا لزق ولا عمل اي حاجة خالص 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 وانزلت بالخليط في الالف بتاعي كل الخليط مرة واحدة وبعدين هوزعو وهمسكو كده اضربو دربتين على دماغو بحيس اني اتأكد ان الخليط كله تبزع في القاع وكله بقى بسيط واحد هنا كنت مسخنا الفرن ودخل الفرن قاعد حوالي 30 ديار اعيز اقول لكم كنت تجديني ده المطر صغير المطر كان شديد اوي 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 هنا بقى عايز اقول لكم حملنا ايسينج بتاعه استخدمت هنا سكر البودر جايبه من بره عشان يبقى نعم ويديني نفس الكواليتي بتاع بره واستخدمت عليه هافي كريمة انا استخدمت الهافي كريمة عشان يبقى طعمه غنية تحس كده ان في حاجة ريتش بتاكل حاجة يعني جود فممكن انت تستخدمي الحليب ومهلاقة زبدة هيديك نفس الشيء برضو هاسبلك المقادير دي جوا سندوق الوصف الكيكة دخلت الكيكة على درجة حرارة 190 من 180 ل 190 مش هتفرق كتير على فكرة وبعدين هيعد معاك نص الساعة تقدري تتبعي من قبلها من بعد 20 ديئة ابتدي التبعي حين نزلت بالايسينج اللي عملته من فوق بقى انا عملت كمية بس انا سيبلكم مقادير بسيطة وانتو بقى لما تحبو زودو وبتديت بقى عايز اقولكو انا كأنا يعني يعني احب انا لا اله الا الله محمد رسول الله اني انا اعملي اقطع اي اجمل اللحظات عندي اني اقطع الحلويات الكيك اي حاجة بقى فيها يعني ايس كريم فيها كيك فيها حاجات دي دي بقى اسمعي اللحظة السعادة بالنسبة لي والسكينة ماشية فيها كده من اكتر الحاجات اللي بحبها في المطبخ كتير اتسألت هي اكتر ادوات اللي بحب استخدامها قوي او وبحبها في المطبخ هي السكينة يعني اكتر حاجة بحبها السكينة وطبعا عندي اسبابي السكينة هي اللي بتساعدني هي اللي يعني انا من غيرها ما بقاش ست الشاطرة السكينة هي بتفرق معي قوي في كل شغلي عايز اقول اعملوا الكيك دا كيك يا عشاقه الرجال الصغار والكبار عايز اقول الكيك حرفيا اتنسفت وقت التصوير لو قلتلكوا ان هما وقفين ورا الكاميرا ماستانيين حقيقي حاجة ما تصدعش اني ريحة الفانيليا ريحة الكيك كله حقيقي ما اخدش وقت جميل كمان انا استخدمت الفرن في اكتر من حاجة يعني انا ساعمل واحدة من الناس لما افتح الفرن املاي يعني حوط في حاجات كتير تبارك الله علي لا تنسوش تتابوني على قناتي الثانية وصفحيتي على الفيس بنزل فيديو هنا وفيديو هناك الكيك بتاعنا هايل بنتي بتقولي دا كيك ستار باكس يا ماما خطير خطير انجويا يا جماعة المقادير بسيطة اي حد ممكن يعملها عايز اقولكم ان في ناس مختاربة كتير جدا من الرجال وبيعملوا المواصفات بتحتي وبتعجبهم انجويا يا جماعة